المدمن اللي يخلي مراته مدمنة فعلاً في حاجة اسمها كده أنه حد يبقى مدمن خلي مراته أو واحدة تبقى مدمنة تخلي جوزة مدمنة بص دي بقى من الحاجات الكتير برضو اللي مشهورة بس ده في الأول وفي الآخر يمكن يكون برضو بسبب بعض الاترابات في شخصية الزوجة ذات نفسها لأ هو ممكن يكون لا حاولة ليها ولا قوة لأ ما هم فيش حد بيكبر حد ان هو بياخد مخدرات بدون لا حاولة ليها قوة يعني في كتير قوي مثلاً أزواج بيشهوا سجاير مش هنقول بقى مخدرات ومستحيل إنها هتشرب معاه مثلاً تمام أو بيفضلوا في خناقات لحد ما الطرف الثاني يبطل لغاية ما الطرف الثاني يبطل أو لغاية ما يشوفوا صرفة أو يشدها أو أياً كان بس كون إن أنا أتشد لتعاطي مادة مخدرة ده معناه إن أنا شخص عندي حاجة اسمها attachment زيادة طب وإيه الستروكس دي الستروكس دي مادة أو حاجة من المخدرات المصنعة أو المواد المخدرة المصنعة اللي هي حشيش مصنعة ده بيتعامل في المعمل طيب التأثير بتاعه التأثير بتاعه طبعاً بتبقى أضعاف التأثير مثلاً بتاع المواد زي المواد الحشيش أو كده تخالي تأثير مثلاً أضعاف مادة الحشيش هي مصنعة فبتخليه طبعاً يوصل لهو شخص إدماني بيديله بعض المشاعر المعينة زي مثلا يحس ببعض الهلاوس أو يحس ببعض الحاجات ده بيخليه هو مبسوط هو بيغيب عن الوعي هو واحدة من أزمات أي مدمن في الدنيا هو أنه ما بيقدرش يتحمل أي ألم في الحياة لدرجة الننى عشان خاطر ما تقلمش خالص فأفضل طول الوقت مسكن نفسي ما تفوقناش بقى أنا بصي لسه ما نفوقش لسه جيش جنبي طب الشادو بقى ده إيه؟ الشادو ده برضو واحدة من الحاجات اللي هي المخدرات المصنعة بتعمل بطريقة معينة أو بتضاف بعض الحاجات هي اللقبة كلها في المخدرات المصنعة إيه؟ إحنا وقفنا عند البودرة يعني أنا معرفش دي إيه برضو البودرة ده جنب تاني بص إحنا عندنا في المخدرات حاجات او حاجات دونر حاجات بتهدي زي مثلا البودرة الهيروين والحاجات دي بتهبط خلص كده بتهبط بتسقطه إحنا بنقول عليها في لغة علاج الإدمان إنها بتسقطه يعني حتى دايما زي العربية بيسقط نقلة يعني؟ لا 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 يعني مثلا تلاقي دايما اللي بيشرب مثلا أو اللي بيطعطى مثلا هيروين أو كده تلاقي مثلا بعد ما بياخد الجرعة بتاعته لو كده تلاقيه كل شوية بيسقط كده بينزل دماغ وكده دي اسمها دونر بينام يعني؟ بيسقط هي اسمها تسقيطة هو كده بيكون مبسوط بجهة أه